وفي المملكة العربية السعودية نظم مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات عددا من الاجتماعات التنسيقية والتنظيمية لأصحاب الحملات الإماراتية في الأراضي المقدسة وفدنا إلى مكة المكرمة محمد جنيدي والتفاصيل إسعاد الحاج الإماراتي هو غاية طموح وضعه مكتب شؤون الحجاج على قائمة أولوياته ولتحقيق ذلك المبتغى انطلقت اجتماعات أعضاء البعثة الرسمية مع وعاض الحملات الإماراتية ضمن برنامج وضعته لجنة الوعظ في البعثة للرد على الاستفسارات الشرعية لحجاج الدولة اجتماعات لجان مكتب شؤون الحجاج تؤكد أن هناك عملا دوبا تبذله البعثة الرسمية لتذليل كافة الصعاب أمام حجاج الدولة الاجتماع التعريفي لأصحاب الحملات الإماراتية كان من بين جدول أعمال مكتب شؤون الحجاج لاستعراض آلية توزيع المخيمات وحركة الحاج الإماراتي بين المشاعر المقدسة دون مشقة وعنى اجتماع اليوم هو من ضمن الاجتماعات المستمرة لخدمة الحجاج ومثل ما نعرف أن هذا موسم استثنائي كذلك وتحتاج خدمات استثنائية واجراءات احترازية والحمد لله أن هناك تنسيق مع الأخوة في المملكة العربية السعودية في عملية تفويج الحجاج من مكة إلى ميناء ومن ميناء إلى عرفة من عرفة إلى مستلفة حتى يؤدون مناسك حج وفق الإجراءات الاحترازية إلى نحن كذولة الإمارات لأن يهمنا سلامة الحاج وهناك الحمد لله نقوم بتوجيه الحجاج على مدار الساعة في عملية اختيار الأوقات المناسبة خروجهم من الفنادق حتى يوصلون يدون المناسب وهم في خير وسلامة حقيقة لقاء طيب وأسلوب محترم وراقي وفيها جميع المعلومات التي تفيد أصحاب الحملات والتفويج وما إلى ذلك من أمور ونحن نقدم لهم الشكر والاحترام والتقدير وخلال الاجتماع أكدت البعثة ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات طوال فطرة الحج ليكون حجا آمنا ومطمئنا